اهلا بكم متابعينا مع بيديو جديد هم الخاص اجدد وقبل ما نبدأ اتمنى تعالوا لاعك تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويلا بينا نشوف ويبدأ مسلسلنا ببنت اسمها ياسمين وهي وقفة في جنينة وبتقول لنا ربنا لا بيخدش مننا حاجة غير في عوض نبدالها بعدها بيكي ابوها ينادي عليها في الاول ياسمين بتكون منهورة ومش عايزة تروح معاه لكن بعدها بتمشي وعشان نعرف اللي وصلها لحالة دي لازم نشوف القصة من اولها وفردوس هو دلوقتي بيقابل حبيبته دي واللي بتكون نموذج للمرأة العاملة الناجحة الفرفوشة وبهرد عليها الجواز بس هي بتهزر معاه وبتغير الموضوع ولما بيرجع البيت بيظهر ان اهله صاحبين قوي وخصوصا ابوه واللي بيكونوا رفضين فكرة جوازه من دي لان على حسن كلامهم دي امرأة عاملة وتقدرش تفتح بيت ولا حتى تعرف تقلي بيضة بيحاول فردوس يبين لهم انه متمسك بيها بس هما بيبقى كلمتهم اقوى وفي الشغل عند فردوس بيعرف من صحابه ان ابوها يجاوز قريب فبيتصدم بنرجع تاني لياسمين اللي اهلها بيكونوا عايزين يخرجوها من الحالة اللي هي فيها بأي طريقة بس بتبقى رفضة تعمل اي حاجة او تقابل اي حد وفي شركة ولدها بييجي شاب اسمه حارس عشان يقابله بيقول بينه وبين نفسه انه عايز يرجع حقه لما بيقعد معاه بيظهر انه عارفه من 4 سنين وانه كمان عارف ياسمين وبيسأل حارس عن رقم ياسمين فأبوها بيقوله انه ما تغيرشه بنعرف ان حارس كان بيحب ياسمين زمان وانها حبه الاول والحد دلوقتي بيحبها وان كل النجاح اللي وصله ده عشان يبقى جدير بيها بنشوف فردوس وهواقف معدي عشان يصطاد سمك بس هي ما بتبقاش مستحمل الحر وبتفضل التاريخ على طريقة فردوس مع صحبته بعدها بيجي لها تليفون امها بتبلغها انها ترجع بدري عشان جايلهم ضيوف واند ياسمين ووالد فردوس بيتقابلوا في المسجد وبيتكلموا وبيبقوا هما الاتنين نفسهم يطامنوا على عيالهم علشان سنهم كبر وبتركع ياسمين على البيت وبيتلاقي حارس هناك واللي بيكون في الوقت ده صديقها المقرب ولما ابوها امها بيشوفهم قاعدين مع بعض زي اي ابو ام بيتبسدوا وفي نفس الوقت ابو ام فردوس بيشوفوا صور ياسمين على الفيسبوك وبتعجبهم ياسمين بقى بتعتبر حارس كصديق ودايما بيتفوا يخرجوا سوا ولما ياسمين بتكلم صديقتها لما وبتحكي لها عن حارس بتقولها ان ما فيش صداقة بين والد و بنت ونو في الاخر هيحبوا بعض وفي بيت فردوس ابو امه بيقول له انت لازم تتجاوز فبيقوله من دي مش مستعدة دلوقتي وانه مش هيتجاوز حد غيرها ابو ياسمين بياخدها ويروحوا يصطادوا بس بعد شوية بتروح تتماشى وبتغبط في فردوس اصلا هو كمان كان بيصطادوا وطبعا بيهزقها لكنها بتبقى في عالم تاني وتقريبا بتحبه من اول نظرة وبتفضل ترائب ايميله في صمت لحد ابوها بيقعد مع ابوه وبطريقة لطيفة بيفتح معاما وضوع زواج بنتم من فردوس وده طبعا بعد ما بيعرف ان فردوس مدير تنفيذي اد الدنيا واكيد ابوه بيوافق بعدها بنشوف حارس وياسمين وهما بيقروا مع بعض ولما بيقعدوا بيديها هداية عبارة عن فوطة محفور عليها اسميهم ويلمح لها انه بيحبها بس هي بتعمل نفسها عبيطة بتوزر معاك وفي نفس الوقت فردوس بيقعد معدي وبيعرض عليها انهم يتجوزوا بسرعة قبل ما اهلوا يدبسوا فحد تاني لكنها بترفض بحجة انها مجغولة وانما ينفعش يتجوزوا بالسرعة دي وانها عايزة تبني نفسها وبيوعدها انها يستناها لما بيروح البيت ابوه امه بيفجئوه انهم خلاص هيجوزوه بيحاول يرفض بس ابوه بيكون مصمم فما بيقدرش يقول له لأ وفي بيت ياسمين هي كما ما بتكونش موافقة بس اول ما بتشوف صورته بيغمع عليها من الفرحة وطبعا مامتها بتقول لابوها ويفرحه والبيت بيتميلي سعادة على عكس فردوس اللي بيبقى زعلان ومش عارف يعمل ايه اما حارس فهي عيني بيبقى عدم يتوتر وبيحاول الدرب كويس عشان يتقدم لياسمين وفجأة هي بتدخل عليه فبيتخضه وبيتوتر والخاتم بيعمل ايده وبرضو مش بيقول لها حاجة وبالليل فردوس بيروح لدي عند الشغل بيقول لها تيجي تقابل أهل النهاردة عشان تعرفهم انها مش بتتسلة بيه لكن هي بتقوله انها مجغولة جدا وعندها اكتماعي مع المدير بتاعها ولما بنمشي بنتفاجئ انها رايحة تقابل شاب تاني بيستمر حارس في محاولاته للتلميح لياسمين وهي برضو بتستمر في تطنيشه وابو ام فردوس بيقول له من غير مقدمة كده اجهز عشان فرحة في الشهر الجاي وطبعا بيحاول يتحاجد بأي حاجة عشان يوقف الجوازة بس هم بيرفضوا فبيتحال عليهم يدولوا فرصة واحدة يعرض الجواز على دي فابو بيقول له هيتجوز ياسمين من غيره على كلمة بالليل بيروح عشان يتقدم لها بس هي بترفضوا بحاجة ان عندها شغل في بلد تانية وتقول له يستنى سنتين تلاتة ولما بيوريها الخاتم اللي اشتراه لها بتضحك وتقول له انت بقى لك سبع سنين بتتقدم لي ولو برفض وطبعا ما بيضاق من دحكة هذا بحس انها بتهينه ولما بيعاتبها بتسيب وتمشي وفي الوقت اللي فردوس بيبقى حزين فيه ياسمين وامها وامه بيبقوا بيختاروا فستان الفرح ولما ام تتصل بي عشان يجي بيقول لهم يختاروا هما اي حاجة ومش بيرضى يروح لهم ده حتى بيكونش طايق اسمع اسمها ولا بيكون طايق نفسه عموما بيعدي شهرين وبيجي يوم الفرح وفي الوردوس بيبقى قاعد مع صحاب ومش عايز يدخل للمسجد عشان يكتب الكتاب في ياسمين بتكون مغطية وشها ويعيني وبتكونش يشكي طوالا مرة من ساعة ما تخطبوا ولا هو شكها ولا يعرف شكلها حتى وجانت نتوترها قوي بسبب الموضوع ده بس صحبتها ايمان بيتيجي وبتقعد تهزر معها عشان تقلل توترها بالصدفة في اليوم ده بترجع دي من السفر وبتتصل بفردوس بس كارل هو اللي بيرد وبيزعق لها عشان ما كانتش بترد على فردوس الفترة اللي فاتت وقام بيقول لها انه خلاص في المسجد وهيكتب الكتاب ولم تسأله عن اسم المسجد مش بيردى يقول لها ولا حتى بيردى يخليها تكلم في ردوس وبيقفل في وشها بس بصراحة هي بتستاهل بعدها بيجي لورسالة من ياسمين وبتقوله انها عارفة انه مش عايز الجوازة ومجبور عليها الصبارتو لازم يمثل ويبتسم عشان صور الفرح تطلع حلوة وفعلا لما بيدخل المسجد بيبتسم عشان ما حتيش ياخد باله من حاجة ويرجع حارس من الصفر على بيت ياسمين ويبقى جايب لها ورد بس ما بيلاقيهاش وتليفونها بيكون بقفول فبيقلع عليها جدا في المسجد قبل ما المقزون يجي فردوس بيستأذن عشان يدخل الحمام بس بيتأخر والمقزون بيجي فكلهم بيقولوا انه اكيد تهرب وفعلا بيكون وقف معدي وبتفضل طعاية عشان هيتجوز ويسابها عشان هو عبيد بتصعب عليه ويبقى هيهرب معاها بس بنت أخته الصغيرة بتشوفه وتروح تقول لي جدها فبيروح يجيبه فبيضطر يأصر على نفسه اللامونة ويكتب الكتاب طبعا بعد ما بيتوطر وبيبين للكل انه ما يعرفش حاجة عن العروس اما دي بتفضل طعاية في العربية مع كارل فبيقولها تروح تشوف حياتها وتنسى فردوس لانها هي اللي اختارت بعد كاتب الكتاب بيتجمع كلهم في البيت وفردوس أخيرا بيشوف ياسمين ويبقى مشتبه جدا بعدها بيقعدوا ياكلوا وبيبقوا كلهم مبسوطين أما دي فيعيني بتبقى قعدة غيات وبتحرف انها طالما ما خدتش فردوس محدش تاني هياخده على الناحية الأخرى ياسمين بتفضل تتصار مع فردوس سيلفي وفي الوقت ده بيعد يحارس بعرابيته وبيشوفه ومما لابسين لبس الفرع وبيتغصب جدا وبيربي بكي على الأرض وبيمشي وبالليل بيتجهز ياسمين شنطة تضومها عشان تمشي مع فردوس وسهو لا بيكونش بارق معاه تيجي وهلا ما تجيش وبيقولها لو عايزة تنامي عند أهلك أنا موافق بس بتروح معاه وهناك بيرحبوا بيها كده بتفضل ديترين على فردوس ولما بيخرج من البيت بيكتشف انها وقفة مستنية في العربية ويفضل يعتذر لها ويحاول يبرر لها موقفه وانه الابن الوحيد ولازم يكيب وارس للحيدة بس برضو مش بتقتنع وبتفضل تعيط لحد ما بتخليه هو كمان يعيط ولما بيخلصوا وبيدخل البيت ويلاقي أبو مستني وبيقول له دي آخر مرة تشوف البنت دي فيها انت دلوقتي راجل متجاوز في بيت أهل ياسمين بيلاقوا بوكيل ورد اللي حارس رماية أما دي فبتكون متأيقة جدا وبيدخل عليها الشاب اللي احنا شفناه في الأول بس برضو مش بنعرف اين هو علاقتهم بالزبط وياسمين بيكون مستنيه فردوس في القوضة وجايباله زهور اليسمين عشان تدهاله بس يعني بتظل مستنيه لحد ما بيتنام على لفسها ولو ما بتصحب مش بتلاقيه فبتنزل تدهر عليه وبتلاقيه نايم على الكنبة اللي تحت فبتغضوا وبيتلعوا قضتهم وما بتحاول تدهله زهور اليسمين بيقوله انه ما بيحبهاش وانه بيحبه وحدة تناس مع دي مرتبطين بقالهم سبعة سنين وهو بس اتجاوزها عشان اهله وحتى لو حصل بينهم حاجة غير يفضل مخلص لدي في الوقت ده دي بتكون خانته اصلا مع الشاب وقعد بطاعت عشان ضمرت نفسها بعدها بتفاجئوا ياسمين انها مفقه على شروطه بس لازم يوضع على شروطها وكمان واول شرط يبقى انه لازم يعملها كويس ويباين انه بيحبها اصاد اهلهم والتاني انهم لازم يناموا في نفس القوضة اما التالت فانه يصلي بها امام في البيت ورابع انه لازم ياكل كل الوجبات في البيت ويرجع قبل الغروب وانهم لازم يخرجوا مرة في الاسبوع يضغطوا بارة عشان يتعرفها على بعض اكتر وطبعا بيتطر يوافق عشان تسيبوا يتكلم دي بس هي بتقوله ان باقي الشرط بس مش بتقوله علي دلوقتي على رغم ان ياسمين بتبين انها قوية بس هي بتبقى زعلانة من جواها وبتشتغيل صحبتها بس هي بتقولها انها لازم تصبر وهو اكيد لما يعرفها هيحبها وبيبدأ فردوس ينفذ الشروط وبعدها بتوعدوا ياسمين انه هيجي يوم ويحبها وبيستقزنوا من ابو ام فردوس انهم هيروحوا يزوروا اهل ياسمين بعدها هينتقلوا لبيتهم الجديد ودي بتبقى عادة عندهم انهم يتجوزوا ببيت الاهل الاول وفعلا بيقضوا يوم عند اهل ياسمين وبيروحوا على بيتهم الجديد وبعد كم يوم ام فردوس بتقترح عليهم يسافروا ويعملوا شهر عسل وطبعا فردوس بيقدرش يرفض بس لما بيوصلوا قدوتهم في الفندق بيكون متضايق في ياسمين بيتفكروا انهم بتجوزين وان الجواز بيحدد هوية البني ادم وبيكبروا يلتزم بحاجات معينة فبيقتنع بيكلامها وبيسكت ام فردوس بتقابل دي وبتقول لها بطريقة حلوة تبات عن ابنها انه خلاص بقى متجوزوا بيقضي شهر العسل وكل ده حصل لانها رقدت تتجوزوا وعلى الشط في اتنين بيقفوا يتكلموا مع ياسمين ولما بتتكابل في واحد فيهم بيمسكها وده طبعا بيضايق فردوس جدا فبيجري عليهم وبيزحق لهم بياخدها تقعد جنبه ولما بيروحوا المطعم بينبع عليها ما تروحش حتى تاني لوحدها بس وهي طالع على الأسانصير في شاب تاني بيقف يتكلم معها ففردوس بيقف ينبه وبيقول له انها مراته فالشاب يتكسف وبيمشي وطبعا ياسمين بتفرح انه بتداي يغير عليها ويبدأ يقربوا من بعضه ويتكلموا كتير بس برضو بيضايق فردوس على موقفه منها ومش بيعتبرها مراته بيرجعوا على بلدهم وهناك بتعرف ياسمين من أمها انها حارس جزرهم وكان حزين جدا وامها بتقول لها تتصل بي تسأل عنه بعدها بيروحوا يزوروا أهلي فردوس وهناك ياسمين باطناها بتوقعها وبيتردع فبيفتكروا انها حامل بس فردوس بيقول لهم انها غلحة اتش ولما بيروح بيسألها عن الموضوع بتقولوا ان بعدتها واجعها من شرب القهوة مش أقدر وان معاك الدواء كمان في اليوم اللي بعده امه بتلمحها وهي بتاخد الدواء تستغرم لما بيروحوا البيت فردوس بيكون بالتفق مع دي يتقابله بس ياسمين بتقفشه وبتقول له مفيش خروب ولما بيحاول يطنشها بتتصل بقبوكة الهديد لي فبيضطر يسمع كلامها ويقعد في البيت ويتصل بدي اللي بتنفجر فردوس وبتقول له انت تتغير علينا طيب انها عرف واحد أحلى أغنى منك وبتأكل بوشه وبتيك ياسمين بمنتهى البرود تقعد جانبه على السرير وهي لبسه وبتقول له يلا بينا نخر لما أهل ياسمين بيعرفوا انها تعبد بيقلقوا عليها جدا وأبوها بيسأل حماها عنها فبيقولوا انها تعبد شوية لما كانت عندهم فأبو ياسمين بيقولوا انها بتعاني من الصداع النصفي بتحتاج فيتامينز ومسكينات بس بيباني ان ابو ياسمين متوتر قوي وألانة عليها بيقعد فردوس مع كورل اللي بيقولوا ان دي رجعت له وبتكلمه عشان غيرانه ومش عشان بتحبه لانها لو بتحبه كانت رادت على رسائل ومكلماته لما كانت مسافرة بس فردوس بيبدأ يدافع عنها فقرل بينصحوا انه يبعد عنها ويحاول يقرر من ياسمين ولما بيروح البيت بيكلمها وبيسألها ليس اموها ياسمين مع ان اسمها الحقيقي هو زليخة فبتقوله عشان هي كانت بتحب شجر ياسمين وهي صغيرة وبيخرجوا يروحوا السينما زي ما الشروط بيتقول وأول ما فردوس بيدخل الحمام حارس بيظهر وبيسلم على ياسمين بنشوف ان فردوس ما دخلش الحمام ولا حاجة وانه راح يقابل دي وتفضل تعبوا انه ما نزلش قابلها بس بيتطفوا يعملوا حاجة مش بنعرفها حارس بيعادي بياسمين انها ما قلوش انها هتتجوز بس في الآخر بيصالحها بشرط انهم يرجعوا صحاب تاني ويتحكيولو لو حاجة ضيقتها ويفضلوا يهزروا مع بعض لحد ما فردوس بيوصل ويظهر انه متضايق من هزار ياسمين مع حارس وأول ما بيروحو بيتخانق معاها ويكون عايزها سيبوا يقابل دي وهي بتحاول تقنعو انه ما ينفعش بس لما بتزهق منه بتقوله انه لا ويقابلها هتقول لبابا بعدها بيقعد معاها وبيسألها عن حارس فبتقوله انه صدقها المقرر وبنشوف حارس وهو بيقلب في الصور دي وفي الايام اللي بعد كده بتستمر ياسمين في محاولات انها تقرب لفردوس وبرده دي ما بتكونش سايبها في حاله وبتبطل تزن عليه وبيروح حارس يقول لابا ياسمين ان فردوس زوج مش مناسب لبنته وانه كان المفروض يسأل عنه قبل ما يجوزها له بنشوف ابو دي وبيبقى شكله فقير جدا وبيفضل يتحايل عليها تيدي له اي فلوس عشان يصرف على اخوتها فس مش بطرطة وبنعرف ان سابها هي امه زمان ورح تجوز واحدة تانية وخلف منها وكانش بيصرف عليها وعشان كده بيسيب وتمشي ياسمين بيكلم صاحبتها وبتشتكلها من اللي حصل معاها فبتنصحها تواجه المشكلة عشان هي كده بتضغطها لنفسها بتتصنع انها كويسة لكن ياسمين بتبقى شايفة انها لازم تخلي فردوس يقع في حبها بأي طريقة حتى لو هتيجي على نفسها لكن الاسف كل محاولتها تابو بالفشل وهما عادين بيتغدوا دي بتتصل بيه وتخليه وعدها انه ما يقربش الياسمين وانه يفضل مخلص لها وهو بيقول لها انها الوحيدة اللي في قلبه ومستحيل يبص الياسمين وطبعا ياسمين بتكون سمعة كل ده ولما بيركع يقعد على اكل بيتعادبه انه حتى مش بيراعي مشاعرها بيقول لها بمنتهى البجح ان مشاعر دي اهم من مشاعرها لكن بعدها بيعدد لها وهي بتقبل اسفه وتاني يوم بيهزره سوا فبتقوله انها كانت متعودة تهزر محارس فبيتطيق شوية وهي ما بتصدق وبتقوله انه اكتر واحد كان بيهتم بيها فبيسيبها ويمشي وبالوقت ده ابوها بيبقى رايح يزورها زيارة مفاجئة عشان يطامن على صحتها ولما بترجع هي وفردوس البيت بيسمع صاحبتها بتكلمها وبتقولها انها بتنجح في اللي هي بتعمله ويبقى اصدها على اللي بتعمله مع فردوس فبتشكرها ياسمين لانها واقفة جنبها ومش بتسيبها فبتقى بتخرج من القضا وبتقفشوها وبيتصنط عليها بيتفهموا انها صاحبتها عادي فبيتحرجوا بيقولها تبقى ديبها البيت عادي بعدها بتحضروا عصير من فواجه مختلفة وبتقوله يديلوا اسم فعشان يخلص من زنها بيقولها سميه ياسمين وقاد شوية ابوها امها بيوصلوا فبيقولوا لها انهم جايين يطامنوا عليها عشان موضوع الصدوع النصف فبيتطامنهم بس هم قاعدين دي بتتصل فبيقوم فردوس يرد عليها وبتفضل تزن عليه كالعادة عشان ينزل لقابلها بس بيقولها انه مش هيعرف عشان حماو حماده عندهم وهي برضو بتفضل تزن بس ياسمين بيتيجي تقوله ان ابوها امها هيتعشو معهم فبتبقى كاملة لما بيمشوا بيتخانق معها عشان ما عرفش يقابلتي وبيسبها ويمشي وبسبب الزعل بيجيلها صدوع نصفي فبتكلم وهاية تحكي لها وماية بتنصحها انها تذكر ربنا وما تضغطش على نفسها وتاني يوم بيكونوا في بيت اهلي فردوس وبيكونوا صدوع نصفي لسه عند ياسمين بس فردوس ما بيهتمش غير لما امه بتقوله ويطلعها قضتها تستريح منشوب حارس هو قاعد مع شخصه وبيطلع مؤجرة عشان يرأي بديه ويعرف عنها كل حاجة وبيعرف منه ان الشخص اللي كان معاها في الصورة ده حبيبها وانها في نفس الوقت بيتكلم فردوس فبيستقرب وما بيفهمش ايه اللي بيحصل في بيت اهلي فردوس اقته بتكون متخانقة مع جزها فبتطلع ياسمين تهديها لكن فردوس بيطلع وراه وبيقولها ما تحاوليش تساعدي كل الناس وبيخدها في العافية وبيمشي ويبقى عمل كده عشان الصداة ما يزيتش عندي ياسمين بسبب المشاكل حارس بقى ويروح يقول لابو ياسمين ان فردوس مصاحب واحدة على ياسمين وانه اكيد كان مجبر على الجوازة لكن في الوقت ده فردوس بيبقى ابتدى فعلا يقرب من ياسمين وبيعملها عصير عشان الصداة يخف ويبضل يهزر معاها وكمان بيشربها لها بايده ولما دي بتتصل بي مش بيرضة يرد عليها ويبضل بوصص لياسمين وهيانايم بيعرف ابو ام ياسمين انها داع بيت تاني وبيقرر يروح لها بيستمتج ابوها ان يمكن الصداة راجع لها تاني بسبب دي علاقتها بفردوس بيرجع فردوس الشغل بعد اسباعين اجازة ولما بيشوف رسائل ديلي انها عايزت قبله وبيتغرب منها بحيك ده الشغل وبييجي كارل يرحب به فبيسأله فردوس ليه الناس في المكتب بيقره دي فبيقول له ما تركز عشان في حاجات كتير انت ما تعرفهاش وبيفتكر لما دي كانت بتيجي لفردوس قبل كده وكانت بتعامل السكرتيرا وحش لما فردوس بيخلص شغل كارل بيوقفه وبيقول له انه لازم يروح لياسمين ولازم يحافظ على بيته ويسيبه من دي وهو فعلا بيروح بس عشان بيبقى خايف من ياسمين لا تقول لوالده واول ما بيدخل بتستقبله بتقلعه الجسمة والشرب كاي زوجة مخلصة وصالحة ونشوف دي وهي قاعدة مع صحبتها وبتعايض عشان افتكرت اللي ابوها عملوا فيها زمان وتقول انها مش هتخلي ياسمين تاخد منها فردوس زي ما زوجة ابوها خدته منه تاني يوم ياسمين بتتفاجئ بوجود دي في البيت عندها مع فردوس يا تارا ايه اللي هيحصل هالفردوس لاجعلها وهيبقى عايز يطلق ياسمين والده هي اللي بتعمل كده عشان تغيز ياسمين تابعوا الاجزاء الجاية عشان تعرفوا اللي هيحصل وده كانت قصاتنا نهاردة فتنسوش اللايك والسابسكرايب وتفعيل الجرس عشان في افلام اجداد والسبعان وبس كده اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في القناة اشتركوا في اشتركوا في القناة اشتركوا في اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة